السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة الجميع ومرحبا بالنسلة ابناء ومعانا اجداد في القناة مرحبا بكم مع عائلة المنصوري بلوغ موضوع جديد اليوم ان شاء الله رحمة 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 حول الترقلو موضوع مهم بصفة عما تدعية ديال الجائحة وكذلك ديال الحجر الصحي لانه شعب المغربي طيلة الفترة هذي مدة عامين ولي كانت يعني عند زف ديال السلبيات على الاقتصاد وطني وعلي كذلك واللي بزاف ديال لس ما كنشك توقعوا بان هاد المواد المستهلكة والمواد الاستهلاكية دي والمواد الغدائية هذي توصل الى اسعار ديالها لهاد السقف اللي هو عالي واللي خلت المواطن بانه مقافي حيرة من امره واللي خصو دائما هو مش يكافح ويحاول يجيب واحد لقماد العيش دياله باش يضمن واحد الحياة الكريمة دياله والأسرة دياله واللي كما كتشوفه كذلك اللي خلت بزاف ديال آآ قطر السلبي كذلك على اصحاب الشركات آآ يعني آآ الكبرى او المتوسطة او الصغرى كذلك اللي بعض منهم آآ تم الافلس ديالهوم والطرد العمل كذلك واللي زاد درد يعني آآ نسبة البطالة كذلك ارتفعات واحد النقطة بغينا نشير ليها الناس اللي كيتابعونا كذلك بانهم آآ بعض الناس اللي كيفكروا مثلا فكريديات او اللي حاول اقتردوا يعني واحد المبلغ مالي يعملوا بها شي مشروع ولا شي حاجة يعني فاضل فترة هذي فانا ما كان نصحهم شي يعني يقوموا بدل عمل هذا لانه يعني كتسمى في حد في نفس الوقت يعني واحد نوع من المجازفة او المخاطرة آآ صح التعبير لانه وصلونا مؤخرة مزاف ديال الرسائل من عند الناس يعني كيتشكوهم هذي الاسبع هذي وبانهم عندهم ديون مع البنوك وما قدروش يسدوها وبانهم كتوصلوا من رسائل من البنوك ديالهم بانهم يحاولوا يسدوا الديون ديالهم في اقرب وقت ممكن او لا غادي تعرضوا للقضاء وتما كما كتعرفوا راها القضاء ما ما يعقلش إليك في هذي الامور هذي لانك اللي تزمتي مع البنكة وبانك تسلفت واحد المبلغ وعدي تنظف واحد الوقت اللي هو يعني متفق عليه وتخلفت عليه وما عندك شمين جيبات الفلوس هذي فبعض الناس يعني تم زج بهم في السيجن واد الناس يعني كما كتعرفوا كانوا خدامين لولادهم وعندهم جاركة ديالهم وكيخلصوا الدرائب ديالهم الى اخره وجسد الجائحة هذي وهرساتهم وما عقل اليوم تشي وحيد لذا الاخوان ديالنا الناس اللي كم يخصى تفكر يعني تحاول تركز على الاولويات في الحياة ديالهم خلال الفترة هذي والفترات المقبلة كذلك كما كتعرفو كين اخبار كتروج بانه غاجوا موجة اخرين ديال الفيروس وبانه غدا يمكنه يقع حذر صحيف بعده اه الدول وتما كما كتعرفو منك الدول الكبرى كي يتخدو اجراءات فحتى المغرب كذلك يدخل فات الاجراءات هذي وبعد الناس هنا نصحهم بيحاولوا يعيشوا على الاولويات مسائل ديال الطرفيه اللي كتطلب واحدة المبالغ اللي هي مبالغ كبيرة شوية واللي كتخليهم انها تسنزف القدرة الشرائية ديالهم والمدخرة ديالهم كذلك يحاولوا الناس ما يغامروا شي لانها ثم كما كنت تعرفوه الصفر حاليا تفتاحوا بزاف ديالها ده فمشي احنا ما كنتش تجعوش سياحة ولكن بالنسبة الناس اللي الدخل اللي لهم محدود واللي عندهم يعني بعض البعانات مع التكيف مع الوضعية هذي اللي صدمت ناس بزاف صراحة ولما كانوا شي منتظرينها واللي خلت واحدة الاطر عميقة في نفوس ديالهم واللي خلت كذلك كما قلنا سابقاً البطالة وخلت بزاف ديالها المقاهية انها ستة الابوب ديالها والمطاعم كذلك وتمت تسريح العمال يعني كيرا كينا احد الازمة في البلاد الاخوان كتضر لي هي خطيرة بزاف اللي عنده شي مبلغ مالي يحاول يحافظ عليه يحاول يردسوا الامر المعيشية دياله يحاول يعيش على الورقة وستيله كما كنا كنا نقولوش حالة ديو كنا كنضحكو عليها آآ صراحة يعني اصلوني شي ميساجات بانا كين شي ناس مساكن عندهم غير استاشرة لفدرهم ديال كريدي وما قدروش يخلصوها وفي حالة يعني يرتلعا وفي موقف لا يحسدو عليه وكما كتعرفوه كي طالبو النجدة وكين اللي يعدو خمسة وثلاثة مليون ديال كريدي كدليك ومناس يعني حاصلة بمعنى الكلمة يعني وما كنش اللي غيوقف معهم الى اخره فكان نوجهه يعني واحد من نداء الاخوان كاملين الناس اللي كتابعونا في القناة دي لانهم نبرتجوا معنا ديالفيديو هيدا اقصى عدد ممكن من الناس باش يسمعوا اشنه كايم اشنه ضيار في ادلوقت هيدا يعني اه كما تبغينا نقولو الارتدادات يعني ديال هاد الجائحة هيدا بدت حاليا كتبان في ارض الواقع اه كما كنا كنقولوش حالا دي بان هو هاد شيء غير يفوت وغير يمر ولكن الاطار الجانبية ديالة والسلبية ديالة راح نحن نعيشوها حاليا وكان صح الناس بان هم اللي عندو شيء اموال وبغي يستطمرها يحاول يستطمر في المجال الفلاحي لان المجال الفلاحي والمواد الغذائية والسهلاكية راح يعني كيوقع فيها الركود كتعود اه يعني تطلع مرة اخرى ووقع فيها الرواج لانه كما كتعرفوا المواد الغذائية الاخرة كتكون مواد مستهلكة وهاد المواد هدي يعني الانسان راح ممكنش يستغنع عليها لانه هو بيها باش كيعيش عوضا عن الات الالكترونية والاجهزة الالكترونية ومسائل اللي هي اه كما نبغي نقولو التجارية اللي هي كتتجه في العالم دي الالكترونيك او البيع والشراء يعني في الاشياء اللي هي حاليا موجودة في السوق وبكاترة وكان واحد يعني واحد نوع منتخم في السوق ولكن اه يعني الرواج ما كان شيء والطلب ما كان شيء اه فبحد التي يعني اتشبر واحد الاموال دي لك وعد دخلهم يعني اتبلوكيهم وفي نفس الوقت يعني هيكون عليك واحد خسائر كبيرة وبخصوص الناس اللي لك التعامل بالشيكات الى اخيره فهذا امر خاطر وما كانت صحكمش هالاخوان تمشيوا من الاتجاه هذا والاحسن انه تجعو العالم ديال الفلاح اللي عنده شيء ارض يمشي يزرعها واللي عنده شيء اه يقدر يعمل انه تربية اه يعني اه الغانا وكذا الى اخيره فهذا مجال مهم كذلك الاستثمار واهم مشاريع ممكن ان ان انسان يلتج لمستقبله لكن نشوفوه حاليا اه رأس مليون في المغرب كاملين يتجهون دي المجال هادا واللي هما حالين كما كتعرفوا رهم اغلبية ديالهم تسيطرين عليه اه وهو يعني مجال مربح للغاية مجال فلاحي وكذلك التروة الحيوانية مجال يعني لكن صح ان الناس او الشباب ولا الناس اللي بغيين يعملوه شي مشاريع مستقبل ديالهم يعيشوا بها وضمنوا بها مستقبل ديالهم حياة كريمة الاولادهم كذلك واسر ديالهم اللي تجهوا لهذا المجال هادا ويحاولوا ما امكانها يحيدوا على اه الاقتراض من البنوك لانها في حالة ما اقترت شيء مبلغ مالي بأسة بها يعني يوح المبلغ لي هو كبير اللي ما رادش تقدر تسترجع يعني بنسبة ان اه ضمن ديالك اللي غا تعملوا لاي حاجة ما غا يضمن لك شي بانه تسترجع ديك الاموال هديك وتحاول ترد الدين اللي عليك بحد ذاته فهديك تسمى مغامرة اه يعني او طريق محفوفة بالمخاطر كان صح الاخوان كاملين يتجهون المجال الفلاحي وكما كنتعرفوا اه يعني احنا كان مقبلين على انما كان خوفوش الناس الناس ولكن كان قولوا الحقيقة يعني مقبلين على اعوام يعني اه جد صعبة جد صعبة للغاية فاللي غادي عارف يواكب ويعرف كيفاش يتكيف مع الوضع ويعيش مع الوضع واللي غادي ينجح في النهاية واللي ما كيضربش الحساب وما كيعمل شي بحساب زف دي الحويج فغادي يصادم واحد الواقع اللي هو مرير واللي ما غادي شي في عمى الندم وكما كتعرفوه يعني اه في لحظة الازمات لا حياتي مانتو نادي ما كانش اللي غادي يعقل عليك بالدريجة الماضي بيط فيحاول انسان ما امكانه انه ميجازف شي وميخطر شي يلا غادي يتعمل شي مشروع ولا شي حاجة تاجه المواد اللي كتكون مستهلكة او مواد المعيشة اللي كييشو عليها الناس اما المواد الاخرى والتجارة الاخرى الالكترونية الاخرى فهذه ما كان صح شي بها الناس لانه حاليا اسواق مكتدة وكان واحد ركود الاقتصادية عالمي وبانه ربما غادي تغير نظام دي الاقتصاد العالمي غادي يتمدل وكيما كتشوفوه بعض الدول كتنادي على الشعوب ديالها بانها تقوم بتخزين مواد الغداء بحل الصين والناس هدو ما عرفنا شي اشنو كيتنو او لا اشنو كينتضرو ومشنو هي التوقعات ديرهم لانه الثقة تفقدت ما بين دول العالم حاليا وكين بعض التكتلات اللي كتصنع بعض الاشياء اللي هي كتخلي دول العالم الثالث يعني في الورطة بحل مقارنة بالحاجة الصحية والاجراءات هذين اللي كتسم حاليا اه بين مقارنة مع دول غانية والدول الفقيرة فالدول الفقيرة ولا دول العالم ثالث كتحاول تقلدهم في الاجراءات ديرهم رغم انه هذك الدول هذوك اللي هي غانية وقادرة بانها تتوفر للشعوب ديلها ما يلزم من خلال تلك الاجراءات اه مقارنة بالدول هذه ديال العالم الثالث ما عندش امكانيات وكتعيش على الاقتراض من البانك الدولي وكتعيش يعني على مع التبرعات من بعض دول الغانية والدول الشرق الاوسطية والدول البترولية كما ما نقولو وهد شي كله كي ادي لها لأحدث هذي السلبية اللي في الاخر المواطن هو اللي يخلص ضاربة يعني رفع في الاسعار وما يعني يشوفو ميزانية نبطت فخصوا ما يرفعوا في الاسعار باش يحاولوا آآ طلعوا في ميزانية ديال الدولة وهدا بحد ذاته كي يضرب المواطن اذا المواطن هنا قسو يكون داكي ويحاول انه يعرف ما له وما عليه وشنو هي الحاجة اللي غدتنفعه وشنو هي الحاجة اللي غد ضره ويحاول يركز على الضروريات والاساسيات في الحياة ديالو. باشي ضمن الاستمرار ديالو هنا القدام. وتكون عنده واحد الحياة ناجحة وخالية من المشاكل. وباش ما تحشف في مشاكل هي. غادي تكون صعيبة صعيبة كزاف في الحياة ديالو. ويكون يعني عنده واحد العاجز في انه تجاوز تلك المرحلة. اذا الاخوان ديالنا حتى هناك انتهيت الفيديو ديالنا. كنتمنى تخليونا واحد لايك. وبرتاج لما زلنا تابونا معنا في القناة. تحياتي لجميع كم معكم اخيكم من صوري فلوك. نتمنى كونوا استفدنا في هذا الفيديو هذا. وخليونا الاراء ديالكم في التعاليق كذلك. ونحاولوا ان شاء الله رحمة الرحيم انترقوا بزا في المواضع. في حلقة مقبلة ان شاء الله. وستسمح على الاطالة. وكذلك على المدة ديال الغيابة اللي كانت يعني طويلة شوية. مدة اسبوع. فتوحش لكم ازا في صراحة وكان شو يقولكم. وكان اه نتمنى ونتلقوا بكم دائما ونحاولوا ويستفدوا معكم ونتواصلوا معكم كذلك. اذا اخوان ديالنا سنحن انتهى الفيديو ديالنا نتلقوا فيديو جديد.